قابلنا بهذه المهمة الصعبة فقط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لكي يستعيد عراق جزء من عافيته إنهاء للجدل ومرورا بتفاصيل تجمع فيها خطوط الالتقاء بين العراق والمجتمع الدولي يأتي رئيس الوزراء بوضوح مطلق أمام سفراء أكثر من 25 دولة شقيقة وصديقة مكاشفة صريحة وواضحة لم يسبقها وضوح في عهد حكومات متعاقبة فيبلغ الكاظمي كافة السفراء عن أسباب ما وصلت إليه البلاد دون مواربة وغياب الإرادة السياسية منذ سنوات طوال هو البرهان يرد رئيس الوزراء في بيت الحكومة مستضيفا ممثل الدول يرد الرسالة الكاملة على الجماعات الملفلتة بتحديها وإعادة هيبة العراق والحفاظ على أمن الدبلوماسيين أنا حقيقة أستغرب عندما نطلب الدبلوماسيين هذا الحق الطبيعي الذي يحمي القون دولي هذا واجبنا كحكومة عراقية أن نوفر هذه الحماية وقمنا بإجراءات وسوف نستمر وسوف نتحدى هذه الجماعات أما تحدي الأكثر خطورة وهو المتمثل في محاولات تلك الجماعات التشويش المقصود على منهجية الحكومة التي تحاول أنقذ ما قد دمر بفعل مستنقع الفساد ونتاج الإرهاب لسان رسمي جاد يكاشف العالم أجمع بوضع العراق الذي يمر بأزمة اقتصادية وفقر وبطالة إحراج الحكومة ومحاولات عزل العراق عن خريطة المجتمع الدولي وإخراج البعثات الدبلوماسية من البلاد كل ذلك من جملة أهداف جماعات السلاح المنفلت لتحقيق مآربهم بهدم الدولة العراقية الإقاء الذي يأتي في وقت تحتدم فيه تطورات تنظر إليه الأطراف السياسية والدبلوماسية والشعب بشبابه ونسائه وشيوخه اليوم على أن يبدد خطر الانزلاق نحو الهاوية ويعادة إعمار حالة ديمقراطية تتحقق بإجراء انتخابات نزيهة لا يقطع مشوارها صاروخ قد يصنع بنوايا داخلية أو خارجية